بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلو له أن يسمي شهر رجب شهر الله الأصب وكذا الصحابة لأن أرزاقهم كانت تزيد في رجب ولأن الله تعالى كان يصب فيه الخير صبا وسمي أيضا بشهر الزرع قال أحد العلماء رجب شهر الزرع وشعبان شهر سقي الزرع ورمضان شهر حصاد الزرع وقالوا رجب شهر الله وشعبان شهر سيدنا رسول الله ورمضان شهر أمة الحبيب صلى الله على حضرته وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله ورجب شهر الاستغفار وشهر تطهير القلوب رسالتي لنفسي وللأمة في شهر رجب هيا بنا نستعد لنستمد نقبل على شهر رمضان بنفوس راقية وقد تطهرت وارتقت وتجهزت لاستقبال أعظم أيام العام في رجب كان الخير الكثير هو شهر من الأشهر الحرم قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تضموا فيهن أنفسكم الأربعة الحرم ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم ورقب مضر الذي بين جماد وشعبان ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم ويعتني بشهر رجب وكيف لا وقد حملت أمه في شهر رجب فيه وكان حمله الشريف في شهر رجب رجب فيه أعظم الذكريات فيه ذكر الإسراء والمعراج لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال صعب وجلس يناجي ربه فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد عام من الحزن وبعد فراق العم والزوجة وبعد آلام وآلام وآلام جاءت الآمان فجاء الأمل بعد الألم وجاءت المنحة بعد المحنة وخرج صلى الله عليه وسلم لذكر الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا والنجم وما هوى ما ظل صاحبكم واغوى اقرأ إلى أن تصل إلى قوله تعالى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى جاءت الذكرى في هذا الشهر العظيم جبرا لخاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكأن الله تعالى أراد أن يخبره أنه معه ومن كان الله معه فإن معه كل شيء أخى الإيمان والإسلام اسمع إذا كنت مع الله كان الله معك وإذا كان الله معك فلا عليك بمن عليك ومن معك تذكر في هذه الأيام في شهر رجب في شهر من الأشهر الحرم وفي ذكر الإسراء والمعراج كيف أن الله تعالى يغير أنظمة الكون لأجل الإنسان ولأجل من يحب إن الله تعالى لما أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وعرج به أيضا إلى السماء ورأى ما رأى وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مقام لم أَمْ وَلَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ مُوسَى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي نظروا إليه نظرة ساخرة وقالوا يزعم أنه سافر إلى هناك الليلة ثم عاد فجاء الصدق بقوله إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك صدق صلى الله عليه وسلم أسري به في رحلة الإسراء وعرج به إلى السماء ورفع إلى السماوات العلاء وذهب إلى ربه تبارك وتعالى وفردت عليه الصلاة وخفف عن أمته وصار شفيعا ونكثر الشفاعة ونصل إليها بكثرة الصلاة والسلام عليه كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى